السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ازايكم في فيديو جديد والنهاردة في تصريحات مهمة جدا الوزير اعلن عنها على قناة MC مصر فيه برنامج الحكاية مع الإعلامي عمر أديب جنب يتكلم بقى عن نسبة لموضوع المدرسة والكورونا هل بقى السنة الدراسات الجديدة هنروح المدرسة ولا إيه النظام لإلعاء الناس هتجلها كورونا فطبعا لازم ناخد الإجراءات الاحترازية افرح بقى يا عم مافيش مدرسة هل مين اللي ملوش مدرسة هأفهم كل حاجة؟ عندنا كيجوان وكيجيتو وولى ابتدائي وتانية ابتدائي دول يجب يروح المدرسة لأنه م عندهمش خبرة بالإلكترونات أو م عندهمش خبرة بالنسبة للتابلت بالنسبة للتلفزيون إن هما هيخدوا الدروس اونلاين ما عندهمش خبرة الموضوع فدول لازم المدرس يشرح لهم فيستو فيس طيب بالنسبة للتالت ابتدائي ربعة ابتدائي خمسة ابتدائي ستة ابتدائي أولى وتانية وتالتة عدادي وأولى سنة وتانية سنة ونقف عن تانية سنة هناخد كل الحاجة أونلاين كل المناهج أونلاين يعني ما فيش مدرسين لهم لازم عربي إنجليز الحاجات دي مش موجودة في المدرس هتزاكن على قناة مصر التعليمية لعليوتيوب بصراحة قناة رأيها جدا 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 والمدرسين اليوتيوب اللي جد تتكلمت عنهم في حلقة هيبقى فيه منصات اللي هو زي بنك المعرفة وادمودو هتنزل لكم طريقة الاستخدام إزاي؟ يعني التعليم الإلكتروني والأونلاين مش وحش خالص بس انت بحتاج تركيز شوية وعلى فكرة الوزير كده بيعمل الصح كلام ده هتفتروه في مستقبل التعليم بعد كده طيب خلصنا كده الموضوع يعني باختصار هنروح المدرسة هنعمل إيه؟ هناخد دين أنشطة تربية فنية تربية رياضية الحاجات دي طيب يعني هناخد مواد الإضافية للمواد الأسية لا قلت لك المواد الأسية تبقى أونلاين هنروح كل يوم المدرسة عشان تربية فنية وتربية رياضية لا طبعا انت هتروح يومين في الأسبوع بس زي ما الوزير أعلم وكمان أوضح وزيري تربية وتعليم أن عمل السنة سيتم منحها للطلاب ده بناء على بحاس الطالب مزل من هو يعملها وكمان الحضور والغياب بتاعك في المواد الغير إضافية للمجموع اللي هتبقى يومين في الأسبوع مش عارف هعمله إزاي يعني هلليك متابعة أو إجزامز على المواد اللي تم شرحها على القناة التعليمية اللي هي قناة مصر التعليمية وجميع المنصات التعليمية هيبقى ليك متابعة علشان تحفظ بذلك أشعر وزيري التربية والتعليم أن الهدف من ذلك هو أن تكون مصر مستعدة لأي مواجهات وأن هي تكون مستعدة لأي حاجات جديدة هتتعامل إن شاء الله عشان كمان ما تكونش المدرسة هي الأساس للتعلم مثل ما كان في السنوات الماضية كميل استعادات لمواجهة الفترة الأسانية من الكورونا مشان ما يكونش فيه أي تأثير على وزير التربية والتعليم بالنسبة لأولاد أو بالنسبة للطابع هناك تعقمات في المواد الغير إضافية اللي أنت هتروحها وهنا أصلا المدرسة مش هيبقى لها لازمة أو مش هيبقى لها اعتماد كبير جدا يعني دور زي ما قلنا من أول ثالثة ابتدائي وإعدادي وكمان سنوي هتروح المدرسة هتاخد اللي هي المواد الرياضية والتربية الرياضية واللي هي المواد الغير إضافية المجموع يعني مش هيبقى لها لازمة يعتبر هي بقى مهمة جدا جدا واتكلم عنها الدكتور طرق شاوي إن هي مناهج صف الثالث سنة ومنهج أولى سنة وتانية سنوي سائبت زي المنهج لا دي لكن بالنسبة بقى المنهج بتاع نقول برضه من المنهج بتاع كيجوان وكيجيتو وأولى وتانية والتالتة ابتدائي هيتم التغيير لكن بالنسبة بقى المنهج بتاع تالت سنوي بتاع تالت سنوي دفعة 2021 اللي ذكروا ده خلاص عد عليهم يعني لو هم ذكروا أي حاجة فده خلاص عدت عليهم لإن المنهج هيتغير بكامل الوزير أعلى على الموضوع ده وهيتم تنزيل منهج قبل الدراسة بأسبوع يعني هينزل في شهر عشرة إن شاء الله تقريبا عشرين عشرة أو مش عارف إمتى عشرة بالزبط بس هينزل في شهر عشرة قبل الدراسة بأسبوع لو مش بصدقني فاروح اتفرج على البتاع من قناة NBC مصر ابحث على يتيوب وشوفوا هتلاقي نفس الكلام اللي أنا بقوله بالزبط إن المنهج هيتغير كاملا يعني هينزل منهج جديد جدا كمان المدرسين مش هيبقى عندهم الاستعداد إن هم يشرحوه لسه المفروض الأول يذكروه عشان لو منهج جديد فمحتاجين إن هم يستعدوا عليه وبعكاية يشرحوا له الطلبة فالموضوع هيبقى صعب فربنا هيستر ويكون الفترة الجاية أحسن أول مرة تشوفني انزل اعمل لايك وكمان سبسكرايب عشان يوصل لك كل فيديو جديد إن شاء الله هتابع معاك بأي حاجة دي اللي هتنزل على الوزارة أو هيعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تنسى لاشي اللايك وسبسكرايب وكمان الشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشوفكم في حلقة دي